اشتركوا في القناة حلقة في السطوع حلقة ترصد الكثير من ملامح عودة الاهلي الى قوته الى كامل مستواه الفن بشكل كبير جدا الى عودة جماهيره باحتفاء وامتنان وبسعادة كبيرة جدا للمستويات الفنية العالية الدنيا بتحلاو الشيخ سيد مكاوب اوقات بتحلاو وبتوضح نقطة مهمة استاذ ابراهيم انك انت لما تعمل ما تنزعجش من الانتقاد لان الحقيقة ستظهر وكلام كتير من اللي كنا بنقوله وكان بيأخذ على محمل التحامل والسخرية الناس بدأت تدركوا وتشوفوا وتقول لا كان عندهم حق لانكنا بنتكلم بموضوعية وبنستشرف ان احنا عملنا ايه ومتوقعين ايه كنت عايزة اقول لكم عنوين الحلقة لكن مخرجنا شوارب عمل زي الموضة اليومين دول مش هنقول العنوين الا لما الاهل يلعب مؤجلاته خلاص هنستنى نقول العنوين لما الاهل يلعب مؤجلاته هي بقت موضة كل حاجة بقت مربوطة دلوقتي مش هعمل حاجة الا لما الاهل يلعب مؤجلاته فمش هنقول العنوين الحقيقة لما تشوف المؤجلات تكتشف ان انت من الضور الاول مؤجلك مطشين هتلعب واحد بكرة بتاع امبي ثم الزمالك يبقى كده انت مخلص الضور الاول زي الناس كلها وحتكتشف ان الزمالك له مطشين له مطشين له اسماعيلي ومطشك تفاصيل كتيرة عموما في اجتماع مهمة هيكون يوم الارضة ان شاء الله حنتناول مع حضراتكم كل التفاصيل وايه المنتظر منه وازاي الاهل ممكن يتعامل معاه لان اجتماع يصفوه البعض بان اجتماع المفخخ او اجتماع فعلا محدش عارف رايح على فين لكن من المؤكد انه لما الناس تقعد مع بعضها على مئدة واحدة يمكن التوصل الى حلول مرضية للجميع النهاردة على سبيل تطوير منظومة كرة القدم في الشق الطبي انتم عارفين انه من البداية حتى من ايام انتخابات الاهل الاخيرة كان مجلس الادارة الحالي وهو مرشح كان رفع شعار التطوير لكل مناحي او كل جوانب المنظومة الرياضية في النادي بما فيها الشق الطبي فبالتالي كان الاهتمام الكبير جدا بالارتقاء بالمنظومة الطبية في النادي لان احنا بنتكلم على ارقام كبيرة بنتكلم على لعبة على مستوى عالي جدا بنتكلم على اصابات نتيجة كل التراكمات بتاعة الجهد البدن الكبير وهو فكرة تطوير يا أستاذ ابراهيم لأي حاجة ماهيش انتقاص ولا انتقاد للوضع الحالي ولكن ده منطق الحياة ومنطق ان تأخذ بأسباب العلم وانك بيستمر بصص لقدام ففكرة انك تمسي قطاع واتطوروا عن طريق اكبر المتخصصين في مصر ده ده واجب عشان كده اعتقد اللي تم النهاردة شيء مهم جدا الكابت المحمود الخطيب بعد ما عكف على دراسة الملف الطبي بشكل متأني جدا وسمع وعمل جلسات كتيرة واجتماعات عشان يحط يده على ازاي نقدر ناخد الخطوة اللي جاية في سبيل هذا التطوير المنشود للمنظومة الطبية في النادي تم تشكيل لجنة طبية او هيئة طبية في النادي برئاسة الاستاذ الدكتور احمد عبد العزيز والدكتور احمد عبد العزيز ده البروفيسية احد اهم طباء وجراحي العظام على مستوى العالم عنده مكانة عالمية كبيرة جدا وعنده بحوث دولية كبيرة جدا بيستشهد بيها الدكتور احمد عبد العزيز هيكون فيها على رأس هذه الهيئة الطبية معاه الاستاذ الدكتور ياسر المليجي ده استاذ اصابات الكاتف والدكتور احمد خليف استاذ اصابات الكاحل ده جانب من الاجتماع اللي تم النهاردة يعني انا معايا تلات اساذ في التخصصات المختلفة استاذ الكاتف واستاذ لاصابات الانكل او الكاحل وحينضم اليوم باشموندس استاذ في القلب والاوعية الدموية اذا كان لي حق الاختراح وفي العمود الفقري لان ده من الاصابات الكتيرة اللي بتيجي اللعبة الكورة يجوز يكون ده مشمول في التخصصات اللي موجودة يكون من الناحية الطبية ده مشمول في هذه التخصصات لكنه هذا التشكيل لهذه الهية زي ما حضراتكم شايفين جانب من الاجتماع للكابتن محمود الخطيب النهاردة معاهم حضر الاجتماع الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة وايضا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علشان يتم الاتفاق على خطوط العمل الكاملة زي ما انتو شايفينه وخضر حتى مارتن لسارتي المدير الفني على سبيل ازاي تقدر توصل للشكل الكامل في الرعاية الطبية واحدث حاجة يعني هو كل عبقرة الطب بيحضروا سمينيرات ليه وبيروحوا مؤتمرات دولية ليه لان دائما هناك الجديد هذه خطوة لتحديث وتطوير المنظومة بتاعتك وهي خطوة واجبة عشان كده كابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة يمكن كان له تصريح مهم قال ان الكابتن الخطيب من فترة طويلة اول ما بدأت الظاهرة فعلا تزداد والناس زاد الجدل بتاعها والناس اتكلمت في حاجات كتيرة قال انه كان مهتم جدا بالاستماع لمتخصصين كبار واسازة كبار في الطب الرياضي عشان يحط ايده على كيفية العمل بشكل احترافي وبشكل علمي الى ان تم الاستقرار على تشكيل هذه الهاية الطبية لتطوير منظومة العمل الطبي الرياضي في النادي كمان الكابتن محمود الخطيب وانا اتمنى الشيء بشيء يذكر يعني اتمنى ان يكون الاهلي هو المحتضر لمبادرة ان يتعامل مركز طبي عالمي لعلاج اصابات الملاعب ويبقى الهب بتاع المنطقة يعني يبقى اللي عنده اصابة في اي مكان في الوطن العربي او الدول المحيطة بينا عارف ان المركز ده مركز عالمي وهذا مشروع استثماري يمكن ان يمعالج ويؤهل بالضبط عندنا ارض كتيرة وموجودة صحيح واساد زكبار وعندنا اساد زكبار وعندنا معاهد ومتخصصين على مستوى العالم في اسبانيا وفي ألمانيا نقدر نتعاون معاهم يعني انا الاوان ان يأخذ الاهلي باسباب التطوير للحالة الطبية في مصر والمنطقة يعني تشكيل هذه الهيئة الطبية يبقى نقطة انطلق هي النواة هي النواة اللي تنطلق منها طموحي الى مركز الاهلي للتأهيل الرياضة أحد أحلامي يعني ان شاء الله لا لا أحلام مشروع وأحلام كمان مهمة جدا الحياة الترجي الرياضة التونسي الشقيق وجه دعوة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية اللي بيحتفل بيها الترجي بمرور مئة سنة على تأسيسه ده من منطلق العلاقة الطيبة جدا والتاريخية الحياة بين الاهلي والترجي التي نأمل اللي يكون قد عكر صفوها كل الأحداث اللي مرت بيه نهاي دوري أبطال أفريقيا ويكون الثابت والمستقر دايما العلاقة الطيبة الدعوة دي ما ليش إلا معنى واحد حرص الترجي على استمرار العلاقة وهو حرص متبادل احنا من جوانا نشعر إنها يخليها سحابة وخليها لحظة مصالح متعرضة ولحظة كان الترجي بتقال له أنت هتفضل تخسر على ملعبك لإمتى يعني في ضغوط لكن اللي في القلب في القلب والمواد موجودة والحب موجود والأخوة موجودة وأنا أعتقد أن كابت الخطيب حيرحب بهذه الدعوة إن شاء الله الظروف الصحية لكابت الخطيب وقت الاحتفالية يكون الوقت السامح إن شاء الله إنه شارك الترجي ونجوم الترجي وأبناء تونس اللي احتفال بالترجي الكبير طبعا قلنا لكم من قبل كده شيء من الصبر وشيء من الهدوء هتستمتعوا بأهل مختلف وهتشوفوا فرقة مختلفة تماما والتدعمات اللي النادي عملها في فترة المركاتو الشتوي كانت تنبق بكده لأن الحقيقة هذه النوعية الرائعة جدا من اللعيبة هذه الكفاءات الفردية والمهارية العالية جدا هذا التدقيق في الانتقاء كان بارس جدا وواضح أصفر وأفضل إلى هذه الصورة الرائعة من هؤلاء اللعبين شديد التميز مهارية أنا باشو منتصم شوف يا يا عايز تتكلف في الموضوع ده دلوقتي ولا نأجله حنأجله بس ده لهم نسبة أنه لأن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هو الأموال اللي انفقت أموال ضخمة أي وكان في ناس يقول لك وانت بالمبلغ ده مش كنت ضد تجيب أحسن لعب ممكن نروح أجيب لعب غالي بالمبلغ ده وأنا متواهم أنه أحسن لعب أحسن لعب هو اللي عنده المهارة وعنده الشغف وعنده الحلم أن يلعب للنادي الأهلي أيوة طب حاجيب ده منين حشتريها بكامل أحسن الشحات مثلا الصفقة الأغلى أي آه لو روحت ممكن أجيب على مستوى كينو وأعلى أو طوشوية ممكن لكن حجيب منين هذا الشغف وهذا القلب وهذا الحب وهذا الانتماء اللي هي اللي هي بتترجم لك في شكل من أشكال إنكار الزاد أيوة وشكل من أشكال التعاون والتضحية وشكل من أشكال العطاء في أقصى درجاته وخلاص بتتطمن أن عندك قيادة بتتربج والنادي الأهلي فأنت لا في حاجات ليها تمن مش المهارة أي الشخصية الشخصية ومكوناتها أي عشان كده اللي استمتع منكم بالمباراة الأخيرة للأهلي أمام سنبا خرج به الانطباع ده إنه الأهلي بات يقدم الكرة الجميلة الرائعة جدا القادر بها على تحقيق النتائج في أي وقت بشكل مبهر وأعتقد كثرة هؤلاء اللاعبين المهرة الجاهزين خلى الجهاز الفني يشعر بشيء من الارتياح وهو بيتعامل مع ملف أنت بيجيب أنت بيجيب عندك لعيبة مرعبة يعني أحد عمدة الخيمة رمضان صبحي فيجيب عن الماتش وليد وليد سلمان وليد أزارو وليد أزارو إنما عندك النهارده البدائل اللي على نفس المستوى مش بدائل هي حلول صحيح هم أصبحوا كلهم ما فيش أساس وإحتياط أصبحوا حلول وأوراق متكافأة على أعلى مستوى فيه دي جاز الفني برضو مش عايز إنه نعيش فكرة إيه بقى إنه نحن لازم كل ماتش نلاقيه تسعين دقيقة على هذا العزيل وطيرة لكن مؤكد إنه كل مبارس المؤكد مؤكد إنك هتشهد أهلي مختلف إنه كل العناصر هتقدم كل ما في وسعها من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد هذه الجماهير الكبيرة مرد لسارتي أظنه كان محتوار كان مش مستقر بشكل سريع هو والمعاونين بتوعه وهو بيختار القيمة اللي داخل النهاردة معسكر الفريق علشان يلعب بكرة مباراة أمبي إن شاء الله لأنه الحقيقة عدد اللاعبين المهرة المتميزين برغم هذه الإصابات الكبيرة والكثيرة مكنت مرد لسارتي من اختيار قيمة لدخول مباراة الغد مع أمبي القيمة فيها الشريف إكرامي ومحمد الشناوي سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد علي معلول وحسام عشور هشام محمد وناصر ماهر عمرو السلية وكريم ندفد جيرالدو وحسين الشحات وصلاح محسن وجونيور أجاي ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم علي أنتوا هتلاحظوا أنه رمضان صبحي رجع من إصابة خفيفة أبعداته عن مباراة سيمبا هنلاحظ أنه كمان صلاح محسن بدأ يدخل في تشغيلة الفريق جيرالدو رجع بعد إصابة خفيفة باسم رجع بعد إصابة فأنت بتتكلم على وحتى حسين الشحات كان أصيب بكادمة خفيفة في مباراة سيمبا لكن الحمد لله قادر يشارك عبال النجم الكبير ده اللي مستنينه برضه بإذن الله أحمد فتحي تحت التأهيل وديكوا شايفين يوم بعد التاني الأهلي بيستكمل أو بيسترجع قوته الكبيرة في تدريبات منفردة لياسر إبراهيم قلب الدفاع الحياة اللي بيمثل إضافة نوعية أيضا مهمة لفريق الأهلي خاد مران تأهيلي على هامش مران الفريق النهاردة تحت إشراف طارع عبدالعزيز أخصائي التأهيل وبيكتر بيسر إن شاء الله من تجهيزه للعودة بعد ما كان أصيب في العضلة الضم الأهلي حيفرغ من مباراة إن شاء الله تعالى التلات ثم يطير إلى يوم السبت إلى تنزانيا عشان يأدي مباراته مع سيمبا التنزاني لكن يمكن حتى من المفارقات الطريفة مدرب سيمبا الأهلة هيلعب مباراة الجمعة آه آه هيلعب ماتش الجمعة ثم يسافر السبت إن شاء الله الجمعة الأهلي وحرصوا الحدود ثم السفر السبت إلى تنزانيا الناس قالت لك مدرب سيمبا قال لك أنا مش هلعب ماتش العودة إلا لما الأهل يلعب مؤجلات في الدورة طيب المهندسة أمير عاد للمدير الإداري للنادي حيسبق سفر البعثة إلى تنزانيا حيسافر يوم الجمعة عشان يستكمل كل الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة يوم السبت إن شاء الله المباراة مع سيمبا هتكون يوم 12 من فبراير الجاري والجهاز قرر استحاب الشيف محمد الدالي معاه خلال الرحلة علشان يوفر للعيبة كل التغذية المطلوبة النجم والمهاجم المغرب الكبير وهدف الفريق وهدف الدورة من قبل وليد أزارو بيعود للتدريبات مع الأهل إن شاء الله عاقب عودة البعثة من تنزانيا أخبار طيبة ورب كلهم يعني يرجعوا في حالتهم اللي احنا عارفينها عشان نبقى الآله كده وانت قعد تتفرج عارف إن الحلول موجودة وانك ما تقلقش أبدا يعني وليد أزارو يرجع بعد العودة من تنزانيا إن شاء الله يدخل في تدريبات الفريق أحمد فاتحي أيضا على نهاية الأسبوع إن شاء الله يكون دخل في تدريبات الكرة مع الفرقة ومروان محسن أيضا بيقترب من العودة بعد الإصابة اللي كانت لحقت بيه أيضا وبيخوض لها برنامج تأهيلي كامل شايفين حضراتكم كل التجهيزات مستمرة لتأهيل هؤلاء اللاعبين العائدين من إصابات ووقتها صدقوني الناس اللي بتتكلم دلوقت على ملف الإصابات هيغيروا الاصطوانة أو هيغيروا المؤشر إلى جزئية تانية خالص هيبدأ الضرب في استقرار الفريق فلان زعلان إنه ما بيلعبش فلان غضبان إنه ما أخدش نسبة عدد المتشاط تكدس اللعيبة إنتوا جبتوا اللعيبة دي كلها ليه كل اللي كانوا دلوقتي على طريق التربص بالأهل وعلى كل محاولات هز الفريق وأيضا النفخ بكتير في ملف الإصابات هيدوروا على التكدس والزحايا خلاص أعتقد إن جماهيرنا من وقع الفطرة اللي فاتت أصبحت محصنة مثل هذه الألعاب وكلما زدادت الضراوة والهجم الشرسي على الأهلي كلما زادت اللحمة ومساندة الجماهير ونشكر الناس اللي هي افترت على الأهلي وتجاوزت في حقه عشان ما كانش فيه طريقة أجمل من كده نختبر بيها العلاقة اللي بين الأهلي وجماهيره اللي بتزداد كل يوم عن يوم تماسك وقوة ودفع ومؤذرة 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 يوم الأربع إن شاء الله بعد غد الأربعاء المفخخ في الجبلية لأنه القصة بدأت النادي الأهلي أولاً الأهلي تأجلت كل المطشات اللي تأجلت مش عشان لا كان في رحلة ولا كان في أجازة ولا كان مريح الأهلي كان بيلعب مطشات رسمية الأهلي بيشارك في البطولة الأفريقية بيصل فيها إلى الأدوار النهية أو الدور النهائي ويشارك أيضاً في البطولة العربية ولعل ده اللي حاصل من هذا الجدل وهذا الاتهام لا ليفك الاشتباك بقى ويخلي اتحاد الكورة في الموسم الجديد ما فيش حاجة اسمها أشارك في كل أجندة الاتحاد العربي وكل أجندة الاتحاد الأفريق أي حطي لنظام حط نظام وفرضه عايز تجامل عارف أن أنت بتجامل لكن أنت توافق للأندية أو توافق لمسؤول الاتحاد العربي على أن أنت هتشرك لهم كل ما يحتاجون من الأندية المصرية ثم بعد كده لا تصغي للأندية وهي بتتألم وتتوجع من ضغط هذه المباريات وحجم هذه الإصابات بالنسبة للوطول العربية أنا بفكر هو كاس العالم الأندية عشان ينجح لو كان بيخلي بطل أوروبا وبطل أمريكا بطل أوروبا تحديدا يعني بيشارك من كل الأدوار التمهدية والتأهل وبعدين يخش ما كانش هتلاقي برشلونا وريال مادريد والمان يونايتد وباين ميونيخ مش هيقدروا فجنبهم بيلعبوا على طول من السيمي فاينل البطولة العربية تقدر تحط مصطرة تقيم بيها الفرق اللي تشارك في النهايات على طول ما تدخلش الفرق دي في تصفيات وإرهاق وصفر إذا كنت شاف أهمية وجودها من ناحية الفنية ومن ناحية التسويقية وقوة المسابقة يبقى لازم فيه ناس تتعامل بمعايير لأن عندها مش عشان على رأسهم مريشة عشان عندهم التزامات أكتر من غيرهم ده مختارح كده يدرس يعني طيب الاجتماع الأربعاء المفاخخ ده في الجبلية ومفاخخ سدقوني لأنه تقريباً محدش عارف إن العملية راحة على فين أو السادة حكام الجبلية عايزين إيه النادي الآلي أظن من المهم ومن المناسب التسكير بنقطة 2-3 النقطة الأولانية الأكيد والمؤكد إن الأهلة عنده كل التأدير والاحترام لكل الأندية الشقيقة المشاركة في المسابقة فبالتالي فكرة إننا البعض يعتقد إنه فيه اتجاه في التحاد الكرة لتكتيل بعض الأندية ضد رغبة النادي الآلي دي مسألة مردود عليها بشكل واضح وصريح جداً إنه الآلي ما تكلمش في حقوق حد خالص لم يتحدث الآلي عن حقوق أي نادي منافس الآلي جات له موعيد تحاد الكرة بعت له جدول تم ترتيب كل الأمور بناء على هذا الجدول في المباريات عانى الأهل الأمرين من ضغط المباريات وكثرة عدد الإصابات وشفتوا لغاية هو بيلعب كل ثلاث يام مباراة يعني لعب أول مباراة ثم هيلعب بكرة ثم هيلعب الجمعة ثم يسافر السبت فيه جدول أقل ما يمكن وصفه إنه جدول غير أدمي لكن إصغاءاً للمصلحة وإرضاءاً أيضاً لترتيبات الإسعداد لموسم استثنائي من البداية الأهل قابلة بكل هذه الظروف وهذه التحديات ودفع التمن في عدد الإصابات غير الطبيعية اللي حضراتكم شفتوها الأهل أباشماندس لما قال أنتو بعدتولي جدول أنا محترمه ومحتفظ به وملتزم به من تنسيق المؤجلات ما تيجي نشوفه الأمور عشان نفسارها ونحللها أي الأهلي بدأ الموسم مطالب نشرف كل البطولات ضد قناعته حط انتزاماته أمام اتحاد الكورة قال له اتصرف لي فالتحاد الكورة هو اللي كان بيتصرف ليس بناء على طلب الأهلي دي نمرة واحد لأن الأهلي حتى لو طلب مش هيطلب ان يلعب هذا الجدول المضغوط وكان يعلم النادي الأهلي أن استجابته للمشاركة في كل البطولات تعني أنها سيقدم تضحيات طيب النادي الأهلي لعب زي ما أنت بتقول إصابات بالجملة ولما عانى الأهلي إصابات لمدة 15 يوم كلفته 3 بطولات التقاقر في الدوري فقد البطولة الإفريقية الخروج من البطولة العربية إذن دفع الثمن ثالث وامتلت يعني ما تجملش عشان يحق شيء يعني أو رايحو زي ما بيقولوا الناس كل هذا الكلام لم ينفجر إلا عندما انتهى الموسم الشتوي وقد استطاع النادي الأهلي أنه يعالج الصغرات اللي عنده ويعمل مركاته يدعم بالفريق وبدأت بصمات تظهر في شكل أداء مش التسعين دقيقة ومش كل مباراة لكن مختلف تمام فبدأ عملية تنغيص الحياة الشوشرة تشتيتك إلعب بقى مؤجلاتك إش معنى أنت أنت مرتاح نقف عند كلمة هو أنتو بتريحوا الأهلي هو أنتو بتريحوا الأهلي دي الأول الأول حاجة ضبط المفاهيم هو الأهلي هو اللي مرتاح أنت قلت المرة اللي فاتت الأهلي لعب 33 مباراة 35 مباراة مقابل 29 الزمالك و21 29 28 ما علينا بقى 36 المتش الأخير بقى 36 آه والأهلي وفي رأم الـ 26 والزمالك 30 إذن إذن الأهلي مرتاحش ولا حاجة دي الأهلي هو صاحب الأجندة المضغوطة هو صاحب الكسافة في أداء المباراة وهو صاحب الصفرات الكثيرة 8 رحلات 9 لا 8 واللي جاء 9 8 واللي جاء 9 كل ده والأندية اللي بيقولوا يعيني مظلومة ويعيني بتلعب في موعدها والأهلي هو المرتاح بتلعب أهلي من الأهلي كتير بكتير فهنا حجة إن الأهلي بترايحوه لا الأهلي مش بترايحوه الأهلي أنتو مضطرين تعملوا كده وإلا يبقى ما فيش دوري وإلا يبقى فالأهلي بيضحي لاستمرار الدوري أيوة لدي تاني مفهومة أي الأهلي قبل هذا التحامل وهذا الضغط إنقاذ للمسلم الاستثناء فهو النبي بلاش قلب الحقائق لكن هل من حق بيرامد والزمال كون يدور على مصالحه مؤكد هل من حقه يقول أنا شاف مصلحتي في كده حتى لو هي مش في كده هو شايفة كده حتى لو جاب سيرة الأهلي جيب سيرة الأهلي بس الأهلي حيرض بالحقيقة كل ده جميل جدا ما علاقة هذا الأمر إن كل واحد يحط همومه قدام اتحاد الكرة من هذه الأطراف أصحاب الحق كل واحد عنده حق في طلباته ولكن لا أحد ينظر إلى الأهلي وظروفه الضغط اللي محطوط على اتحاد الكرة كالعادة زقه بالعصايا قلتلكوا أنا المثل ده بل كده هفكركم بيه بتاع العمد العمد لما كنت في زيارته وقاله و هو بلده عن نيل وطع عندنا في حماد فوطع عليه كده قال له حاجة قال له زقه بالعصايا أنا قاعد حجان يا عمم بتقول لنا ايه زقه بالعصايا بعد شوية قال لي ده النيل رمى جدته جثة جثة ميت طفت ناحية الترعب فبيقول نعمل ايه قال له زقه بالعصايا تطلع في البلد اللي ورانا ليه بقى لانه نشالها هيحل المشكلة هيجي المأمور وتحفز على الجثة وينبتدي يبقى البلد خرجت من سيطرة العمد ده على القل للمدة شهر لحد ما شوف له محل في الجتة دي فزقه بالعصايا مشاكل مصر قعدت 30 سنة الزق بالعصايا عشان اللي يجي وراي يعني هو اللي شد الجثة وهو العالج وهو اللي تحمل الفقورة هو الواجه المشكلة فالتعاد الكورة قال لك الله ده انا عندي افتكر كان عندي حاجة اسمها لجنة شؤون اللاعبين اه انا جمدتها ولجنة شؤون الاندية بعد ما تكونت يعني دشتت طب ما نستدعي الاندية وكان نعمل ايا فيها فوتنج انت تستدعي الاندية قبل الموسم ايوه انا هعمل النظام الفلاني ايوه واعتقد انه اعمل كده بتستدعيهم تاني ليه انت قلت لهم هيبقى دولي مضغوط هيبقى في مؤجلات هيبقى على حساب حاجات كتير ممكن الناس تشترك في البطولة العربية الناس الافريقية قالولك لقى او انت اللي قلت لقى لازم تشتركوا في كل حاجة ها فالناس اشتركت وقالت لك عامل اللي انت عايزه لما تعمل اللي انت عايزه وتيجي في لحظة ما نادي او اتنين او 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 شافين ان مصلحتهم مش في اللي انت عملت ليس من حق احد انه اكتب تعال نقعد تاني لان دي مش قاعدة فيها مش قاعدة فيها تفاضل مش قاعدة فيها حلول وسط دي قاعدة كل نادي له مصالح يريد ان يحقق هل من المقبول في اثناء الموسم ان تدخل بالنظام جديد غير مقبول ايو وده اللي كان الاهلي من اعتقد انك عملت كده ف مسألة هما الاندية بقى اخر خطأ ساذ ابراهيم انا الاهلي هو بقى حاب ايه اتعاد الكرة يقولك طب الاندية تيجي وهي اللي تقول ايه النظام فيبتدي ايه اللي عنده اتصالات اكتر بالاندية ويبقى ويبقى الاغلبية تقول لا عايزين نعدل وعايزين نلعب بالترتيب مثلا او لا عايزين الجدول زي ما جالنا حسب الاغلبية طي ده مش حضرتك بتتكلم في شأني مش في شأنك دلوقتي ايوه ايوه وليس من حق احد حتى لو نادي الوحد ان حد اتكلم في شأنه بالظبط لان انت لو كلمت في شأني من الاول وقلت لي مش هقجلك كنت ممكن انسحب من بطولة من البطولات ممكن ملعبش كاسماس ممكن ملعبش البطولة العربية اذا فكرة اجتماع الاندية انا مش فاهمها ايه الغرض منها غير ان احنا نوتر بعض العلاقات لان هيحصل خلي مالك استاذ ابراهيم نقطة مهمة جدا انا هقولها من دلوقتي الاندية اللي قعدة دي هتاخد مثلا وجهة نظر بقرار في اتجاه معين هي هي نفس الاندية كمان شهر لما جدول الدوري تتغير المراكز فيه هياخدوا قرار عكس اللي خدوه النهار دا لو جمعتوه عندك استعداد ان تعمل كل خمستاشر يوم او كل شهر اجتماع للاندية تقوله منعمل ايه في الدوري طيب ده ده سؤال منطقي جدا وبيفتح لنا ورق المشكلة بقى هو ده التعديل الاول على جدول الدوري هل ده اول مرة اتحاد الكورة يعدل في موعيد جدول الدوري مؤكد لا تقريبا في تعديل المعدل وتأجيل المؤجل نبرة شغالة طوال الموسم هل تم اخذ رأي الاندية في كل ما تم من تعديلات مؤكد لا لجنة المسابقات اللي بتدير هي اللي بتأجل عندها اتصالات مع الجهات الامنية عندها مشاكل في الملاعب عندها اي اسباب اخرى عندها تعارض موعيد عندها تأجيل عندها اجندة افريقية متدخلة في اسباب كتيرة جدا بتدفع عامل حسين رئيس اللجنة الى اجراء تعديلات لدعى مسؤول الاندية لتم استشارة اي حد لحد يعرف اي حاجة فقط بيعلن خبر انه تم تأجيل مباراة كذا لكذا ليوم كذا عشان تبقى يوم كذا طيب اشمعنا المرة دي قبل ما تقول اشمعنا المرة دي اه هو جدول الدوري ده عمل فني ولا عمل توصفه بايه انا بقول ده عمل فني عمل فني لإيه لان انت انا مدرب مش في النادي الاهل في اي نادي بيتحطيلي جدول بلقاءات معينة في مواقيت معينة على ضوء هذه اللقاءات وتدرجة في القوة وتفاوتة في القوة والملاعب اللي حلعب عليها والزمن اللي حلعبه انا بحط خطتي التدريبية انا بحط احمالي انا بحط تصوراتي عن الروتيشن ده انت فيه اندية بتزبط اقاف لعبتها بالانذار التالت على الجدول ده مثلا انا هلعب نادي مهم الماتش بعد الجاي فمفرقش معانا اللعيب ده يتوقف بالعاكس انا بقوله رح خد انذار اه يعني بعد ايه بعد اللي جاي تفاهم ازاي بحيث انه يعد الماتش خفيف ويجي في الماتش اللي هو عايز اللعيب ده فيه بياخده هتقول لي ده تحايل اه تحايل اه تحايل احنا هنتحك على بعض تحايل ايه تحايل فني انا حر في العناصر بتاعتي او اريحه بدنيا لكنه في النهاية انا عندي اجندة انا ملتزم بي انا بقى دي لك التطرف ووصل الى هذا الحد اه انه بيأثر على قرارات المداربين يا استاذ ابراهيم اداريا وطبيا ولياقيا ونفسيا وكل حاجة انا فمش معقولة ان انا بمردت بنفسي على جدول وانت بتعدلي بدعوة ايه ملعبتش في الموعيد بس غيرتلك الاطراف ده ده لب القصيد تغيير الاطراف هو ده لب القصيد عشان كده النادي الاهلي لما اعلم موقفه كان موقف واضح وصريح تماما انه انا باحترم ما تلقيته من موعيد وجداول وبطالب الاتحاد وكل اللي جان المسؤولة ان يتنفذ ما اتفق عليه ده الخطاب اللي كان راح من الاهلي قبل كده في اعلام موقفه اتحاد الكرة رد دلوقتي بالدعوة اللي بعتها للنادي الاهلي ومؤكد بعتها لبقية الاندية الثمانتاشر المشاركة في الدوري لاجتماع الاربعاء هنوقف عند كم حتة فيه الموضوع او الخطاب مرسل الموضوع اجتماع السادة رؤساء الاندية يوم ستة اتنين الساعة اتنين مساء يسعدني ان انقل ان انقل لسيادتكم تحيات السادة رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتحيات الشخصية خطاب ممهور بتوقيع الدكتور سروة سويلة او اللواء طبيب سروة دكتور لان هو دكتور في القانون جالي تعديل يجب التنويه به صدح لان انا ذكرت ارجو ان يتم ضم احد على تشكيل الهية الطبية في الاصابات العمود الفقري جالي التشكيل دلوقتي بالتخصصات السليمة لان هو كانت قال ان الدكتور ياسر مليجي اصابات كتب لا الدكتور ياسر مليجي اصابات العمود الفقري يبقى كده وده منطقي عندك رجبة عندك فقري عندك دكتور خلد شهيب استاذ اصابات الرجبة الاشتاذ الدكتور ياسر المليجي اصابات العمود الفقري الاشتاذ الدكتور خلد شهيب اصابات الكتف والاستاذ الدكتور احمد خليف اصابات القدم والكاحل وهيضاف اليوم زي ما قالت لحضراتك استاذ في القلب والاوايات الدموية لاحقا ان شاء الله هنا ده يبقى اكتمل كده ده تشكيل مجتمل شغل علمي كبير اه لا يعني كويس ان جالنا التصويب ده علشان فعلا كده يبقى كل شيء معمول حساب طيب عودة بقى لاجتماع الاربع ان شاء الله ده اجتماع الاثنين في اجتماع الاربع ما هي برضو كلها اجتماعات بس الجزء اللي اتزاقت بالعصايا من اتحاد الكرة جات على النادي الاهلي فعلى الاهلي انا هتعامل مع الوضع القانوني بقى لانه الاثنين كمان جيران يعني اتزاقت العصايا من اتحاد الكرة كانت زاقة بسيطة انما فيها تلقى الاهلي هذا الخطاب اللي المدير التنفيذ الاتحاد الكرة ساروت سويلا بيقول اتشرف بالافادة انه من منطلق العلاقة الوثيقة والمصالح المشتركة بين الاتحاد والاندية من اجل مصلحة العمل على رفع مستواها بما يخدم المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها فقد تقرر ده قرار اتحاد الكرة فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد توجيه الدعوة لسيادتكم او من ينوب عن سيادتكم من اعضاء مجلس ادارة نديكم الموقر لحضور الاجتماع المشترك مع مجلس ادارة الاتحاد في الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء ستة اتنين بمقر الاتحاد ليه ودي النقطة اللي انا بقول لكم نحترم جدوى الاعمال حتى الاجتماع نفسه لانه الجملة الجاية حيرتبط بها حاجات تانية لبحث كافة الامور المتعلقة بايه؟ بمسابقة الدور العام 2018-2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنها ننتهز الفرصة لنعبر لسيادتكم عن كامل الشكر والتأدير لحسن تعاونكم واهتمامكم ولتفضلكم بالحضور الخطاب موجه من اللي هو سروة سويلم لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي هنا يا باش مهندس هقف معك عند جملة لعلها تكون فاصلة جدوى الاعمال هذا الاجتماع والهدف منه زي ما الاتحاد قال بحث كافة الامور المتعلقة بمسابقة الدوري يعني انا لم يجي حد يقول لي وقال هانا دي سمالك انا عايز الاهلي يلعب مباراة الكاس مع بيرامدز قبل ما لعب مع الاهلي ونادي بيرامدز قال انا عايز العب مش هلعب مع الاهلي مباراة الدور التاني الا لما يلعب الاهلي مع الزمالك مباراة 30 مارس ورجع ورجع اتقال ان بيرامدز بيقول احتراما لرغبة نادي الزمالك الشقيق احنا نتنازل عن طلب ان لازم الزمالك والاهلي يلعب الاول اتقال هذا الكلام انا قريته مبارح ممكن مش جواب رسمي ممكن تصريح ما اعلن من مخاطبات رسمية للاتحاد العربة امام الحصان في الطرفين هنا الزمالك مش هلعب بعد النجوم انا قلتلكوا ليه هو حددها بمباراة النجوم عنده كهرباء وعنده طرق حامد عنده منظرين فهيتوقف المباراة الجاية فالرجل هيلعب مباراة النجوم فناخد ايه الموقف المؤجل بقى نأجل القرار لما بعد النجوم انما مش هلعب بعد مباراة النجوم الا لما الاهلي يلعب مع بيرامد زف الكاس ويخلص الاهلي مؤجلاته الاهلي بكرة يخلص مؤجلاته مايقعدلوش من الدور الاول الا مباراة الزمالك الاهلي ما قالش كده على الاسماعيلي اللي ما تحدد لهاش معاد ومش من شأن الاهلي انه يشترط عشان يقدي فريق يكون التاني هو اللي لعب اجندة توضعت او جدولة توضع وفقا لسياق زمني مضغوط جدا وهو زمالك كده كده ساذ بريم متعدد 3 ابريل تمام يعني الزمالك والاهلي 30 مارس وماتش الاسماعيلي بتاع الزمالك في 3 ابريل طيب فين الترتيب الشمعة ولا اللي بانا بتاعته لا بس هيجي يقولك متى السنة اللي فاتت خلاص انا مقدر هذه الظروبة عشان كده لا 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 كل نادي انا عشان كده أقولك كل نادي حيتكلم من منظور مصلحته لكن ما كانش دائما بيستجاب لنادي الاهلي كمان يعني طيب انا لما يكون هذا الجدول في الخطاب المرسل انه البحث امور الدوري هل لحد الحق في انه يدخل مسابقة الكاس كنت تقولي انه فيه الكاس عشان نبدأ نبحث اللاجين ده كله لكن انت بتتكلم على كافة الامور التي تتعلق بالدوري فدي مسألة ودي مسألة تانية خاصة هنربط ديب دي يبقى انتو مش عايزين تحله الاهلي وهو بيؤكد احترامه لكل الاندية الشقيقة من المؤكد ان المسألة اللي ياتي يجب ان تكون ظاهرة وواضحة للجميع انه بقيت الاندية الشقيقة ليست معنية بالازمة والمشكلة انت بتستفتيلي رأي بقيت الاندية في ازمة اثارها ناديان ضد الاهلي يعني فيه ثلاث اطراف بقيت الاندية هتصوت على ايه موالاهلي لم يصوت ولم يسأل عن موعيد بقيت الاندية دي كلها لما تحطط زي ما كل الاندية لم تسأل هل علشان دلوقتي فيه نوع من التخفي وراء شماعة الاندية هل الامر مقصود به هزا الدفع بشمهندس شوف طبعا انا عندي تصور انت عندك تصور لجال ستين والاربعة لكن مش من الحصافة ان احنا نتكلم فيه اخد بالك انما اللي انا عايز اقوله بحث شؤون الدوري اه طيب في اللحظة دي شؤون الدوري حيبقى لها صورة معينة بعد شهر الصورة دي هتختلف تماما هتجد قوة من اللي كانت عايزة رأي محدد بتغير رأيها لان مصالحات غيرت يعني لو لو تحصر مثلا مثلا صراع الهبوط في خمس ستة اندية هتلاقي خمس ستة اندية دول يتمنوا الدوري يتلغي ولا مش هتمنوه لان ظروفهم بيرو لو هو الموقف اتحاسم وده مش سهل يعني اه وهم النهاردة ينظرون انهم بمنأة عن هذا الصراع اه لازم يكمل لان انا صرافت ما ينفعشي ابدا يا اخوانا اتحاد الكرة كل ما يحب ياخد قرار يجمع الاندية يجمعهم لازم 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 في بداية الموسم لازم عشان ده العقد اللي بينك وبينهم وده اللي كان بيقوله كابتن صالح سليب نجتمع نتطفق على نظام مسابقة يبقى هذا هو العقدة الذي ستنطلق به مصابقة الدوري لا يحدث مساس فيها ولا كان لو اتحاد مش كده وخلى كل المتشاط في معادها كان زمانة كنت في الاسبوع العاشر لان كل الاندية هتستنى من الاهل يلعب صح ولا غلط العاشر او الحداشر او انما في المقابل هل استفاد الاهل من تأجيلات اكتر نادي يضير لان النادي المنافس انطلق وبعد عنه بمسافة في مجموع النقاط وهو يتحمل اصابات كبديته يعني ما كانش حد يتوقع ان هو حيخسارها يعني فانا بقول لك اه اجتماع يا رب يعدي على خير ويعدي والناس تخرج بعلاقات سليمة وكويسة وإلا بقى اذا كان كل واحد وقوته واستقطابه اللي عدد من الاندية يقدر يعني ياخد القرارات اللي هو عايزها احنا نبقى نخدش في نفق مظلم طيب هنا الاتحاد الكورة لو هي المسألة وده التوقع يعني المهندس عادلي قال انت عندك تصوره هو عنده تصور انا تصوري ومش هسأل باش مهندس يعلن تصوره لانه كان قال قبل الحلقة مش هعلن تصوره الا لما الاهل يلعب مؤجلاته فخليه لما الاهل يلعب مؤجلاته انا اللي هعلن تصوري ايه اللي هيحصل انت لعبت ومؤجلاتك في التصور انه الاتحاد لانه في جملة قالت من الاتحاد انه الاجتماع كمان حيصارح الاندية باضطرار الاتحاد لاغلاق بعض الملاعب عشان تجهزها الكاسل امه فهنا هيطلب من المهندس او الحج عامر حسين يعمل ثلاث اربع تعديلات لبعض المباريات هو اللي غاية دلوقتي الازمة كلها مباريات الاهلي واشتراط بيرامدز وتهديد الزمالك او تضمن الزمالك هي دي الازمة فقط ايه الملاعب اللي هتتقفل اغنية استاد اسماعيلي مثلا من الملاعب اللي هتستقبل البطولة فبالتالي وده حالين بيستقبل مطشاط اه هيبقى مؤسر فبالتالي انا اعتقد انه اللجنة المنظمة لكاسل الامم مع اه لجنة المسابقات هيكون الحديث حوالين ملاعب التدريب وملعب المباريات لكاسل الامم وايه جاهز منها وايه اللي محتاج فترات صيانة وشوك فهيجي الحج عامل حسين يروح عامل تعديل على اربع خمس مطشاط غير مباريات الاهلي عشان لما يطرح الامر لكل رؤساء الاندية او مندوب الاندية ما يبقاش الكلام فقط على ازمة الاهلي وتهديد بيرامدز وتضمن الزمالك لا يبقى المسألة احنا بنتكلم في الظروف الاستثنائية وبنتكلم في المصلحة العامة وبنتكلم في وضعية الاستعداد لكاسل الامم واغلاق الملاعب فيروح متأجل تلات اربع مطشاط او يتعدل معادة وتعالوا يا جماعة نوافق على هذا الظرف هنا هيتقال البقية الاندية ما بيصوتوش بس على موضوع الاهلي لا ده بيتكلموا على الجدوى الكله والجدوى الكله لغاية دلوقتي مستقر لكن علشان يبقى فيه مبرر للدخول اليه وتصويت بقية الاندية هيتلعف تلات اربع مباريات تأجيل وتعديل مواعيد ويلا جماعة نصوتوا بالتالي على الاهلي ان يوزع وعليها ان يوافق يا سيدي ده مش قرار يتخذ باغلبية ده قرار فني وقرار له يترطب عليه حقوق خلي بالك احنا فيه بعد الناس اللي بتكلم الغاء الدوري العام فيه بعد الناس مش شايفاء هو مش فيه راعي للدوري طبعا الراعي ده مش طرف فلوس صحيح عايزها دوري يستمر كويس يبقى انت دلوقتي لو خلقت نظام يهدد استمرار الدوري هتعمل مشكلة اقتصادية طبعا طبعا فمش عارف انا مش عارف الحقيقة يعني وحتجهز لعيمة المنتخب ازاي ولذلك انا يعني بقولك هتحفظ على رأيي دلوقتي لان الموضوع معقد جدا طيب الكابتن واق الجمعة في فيديو له بيتكلم على الظروف اللي بيمر بيها الاهلي وايضا اداءه لهذه المباريات نسمع واق الجمعة النادي الاهلي بيلعب في البطولات الافريقية باسم مصر باسم بطل مصر اللي بيشرف الكرة المصرية بقاله سنوات بقالنا سنين طويلة الحمد لله في خلال الخمسطاشر سنة اللي فاتوا دايما النادي الاهلي موجود في المربع الزهبي لبطولات افريقيا دي نقطة لازم تتحسب للنادي الاهلي النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت عمرنا مطالبنا بان موراة تتقدم لنا او تتأخر لنا انت غصب عنك بتلعب غصب عنك الناس متعرفش افريقيا عاملة ازاي افريقيا عشان تسافر مش زي اوروبا بين الدولة والدولة ساعتين انما انت بتتعذب في السفر وصاردي يا حضر معانا شوية وشاف الفريق بيتبهدل في السفر فطبيعا ان انت يترحل لك مباريات انت مش زنبك ان انت بتمثل النادي بتمثل مصر في البطولات العربية البطولات الافريقية ومطالب ان انت تلعب وتنتظم زي الفرق اللي مريحها في البيت بقالها سنوات فطبيعا ان انت يتأجلك متشاط انما انا بقول ان اللي حصل للفتر اللي فاتت ده خوف من النادي الاهلي خوف من عودة اللاعبين المصابين خوف من الشكل اللي عشان كده مبارات النهاردة كانت مهمة ان انت بتوصل يعني عندي كده اهل مريح بالفرق اخرى اكيد طيب هو يعني كابتن وقل اللي احنا بنقوله هنا هي ازمة لا علاقة بامور اخرى او مبنية على الموقف الجديد للنادي الاهلي الموقف الفني الجديد لكن رمج صالح له ايضا رأي في هذا الموضوع ممكن نكون مشابه شوال بس نشوفه انت بتدعى في افريقيا انت بتمثل مصر الاهل لما بيكسي اخذ بطولة في النهاية بتعود على مصر الاهل المصري يعني في النهاية انت بتمثل مصر ونادي بحجم موقيمة النادي الاهلي يعني لكن ممكن احنا نخرج من الموضوع ده ولو حتى جابوا شركة اجنبية هي تحط جدوى للمبارات او شركة مثلا اجنبية وفي كلام اليوم على هذه النقطة لو جبت حتى هيراعي الموضوع ده لانه نادي الاهلي بيمثل دولة طيب كابتن واقل وكابتن رمزي صالح والتي اتنين عاشوا ظروف هذه المؤجلات والسفريات الافريقية وازاي الاهلي بيضطر دايما وابدا لأداء كل هذه المباريات بهذا الشكل المضغوط باستمرار لكن هل بقيت الاندية شايفة ظروف الوضعية بتاعت الجدول بكل هذا الوضع المضغوط بالشكل اللي اهلي عانى منه ولا لا ده اللي حيبان في اجتماعها للاربع لكن القضية نفسها كانت محل اهتمام الحياة كتير من السادة النقاد يمكن الأستاذ حسن المستكاوي له مقالة مهمة على هذه الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المسابقة وقال في مقالة له في الشروق أنتم تطلقون النارة على أقدامكم وقال الأستاذ حسن المستكاوي سؤلته ما رأيك فيما يجري من تراشق بالتصريحات بين الاندية وبعض عناصر اللعبة والموقف بشأن المباريات المؤجلة للأهلي أجابت بأنني قلت رأيي مباشرة وفورا تعليقا على بيان نادي بيرامز وما يتعلق بمؤجلات الأهلي وكان ذلك على الهواء مباشرة بستوديو أون سبورت FM والواقع أنني قلت رأيي عن هذا الموسم بالكامل قبل أن يبدأ وحذرت من أنه موسم مشحون ومزدحم وعلى الجميع تحمل الارتباك ويقول الأستاذ حسن المستكاوي وقلت رأيي عن مشاركة الأندية المصرية في البطولة العربية وشرحت أسباب تأييد للمشاركة وهو موقف المعلن والمكتوب منذ أيام الأمير فيصل بن فاد وحين تولت ART الإشراف على البطولة وقلت رأيي في تلك المشاحنات التي تقع بيقول الأستاذ حسن المستكاوي موقفي لا تتغير وليس لها علاقة بشخص أو بأشخاص لكن أصحاب القرارات هم الذين يتخذونها أو يوافقون عليها ثم يغيرونها حسب نتائج فرقهم وهم الذين قرروا الاشتراك في البطولة العربية وهم الذين هزوا رؤوسهم بالموافقة على الموسم المزاحم وعلى أن المجموعة الواحدة أفضل من المجموعتين لقد أصدر اتحاد الكرة بيانا لطيفا يؤكد فيه أنه على مسافة واحدة من جميع الأندية لكن البيان لم يوضح قاطعا وحاسبا لماذا مباراة الأهل والزمالك يوم 30 مارس مثلا وهل يمكن أن يلعب الأهل مبارياته المؤجلة قبل مواجهة الزمالك وهل كان ذلك كما يقول بيانكم بسبب طلب من الزمالك وبيرامدز ولو كان ذلك صحيحا لماذا توارى خجلا في البيان لقد قلت في سياق تعليق على قضية المباراة المؤجلة أن رئيس لجنة المسابات وعضاء اتحاد الكرة لا يعلمون متى وأين يمكن أن تقام مباريات الأسابيع القادمة وقلت أنني أكتب في هذا الأمر منذ 30 عاما وأطالب بجدول له نهاية وبداية وتسألت كثيرا من الذي يدير كرة القدم في مصر هذا الكلام للأساس حسن المستكاوي وبيقول أن حالة الاحتقان أراها بسبب التراشق والإساءات ورد الدعابة أن تمر كل مباراة بسلام خاصة أنه لا تمر لحظة دون هذا الهجوم الموجه إلى الحكام وهو بالفعل قديم ويمضي بجوار كرة القدم عبر مسيرتها منذ عقود وبيقول أن ترك تلك التصريحات والاتهامات يخالف قواعد اللعبة ويجعل كثيرا من الناس رافضة وغاضبة ومستهترة ومزدحمة ومختنقة ومتخانقة ومحبطة ويائسة وهذا من نتائجه انتشار كرة النار واللعب بالنار وبيختتم الأساس حسن المستكاوي مقالته في الشروق أنتم يا جميع عناصر كرة القدم في مصر تطلقون النار على أقدامكم فهل تظنون بقدرتكم على السير بدون أقدام؟ لا هو ساعة برضو ما اكتشف أنهم ضربوا نفسهم بالنار حيشوفوا حد شايلون مسؤولية بصوا أستاذ إبراهيم تعالى بس إيه عشان ناس والله من غير ما نقولهم رأينا حيفكروا معنا واحدة واحدة تخيل اتحاد الكرة من نفسه كده بدلا ما قول مطش الأهل وزمالك 30 مارس كان قال 28 فبراير كان أسباب الشكوى الحالية مش هتكون موجودة صح ولا غلط صحيح ما كانش حد هيحتاج لا غلط كان نادي زمالك حيقولك أنت عايس لعيبني أهل وزمالك وبرضو نظرة المؤامر حتنط هنا بس خليك معاي خليك معاي محتاجك فضل أنا لك على طول كان حيقول إيه نادي زمالك وحيتضمت بقى معاب بيرام العكس كان حيقول أنا ألعب يوم 28 وأنا عندي يوم 3 مع بيترو أتليتكو في أمجولا يعني أنا ألعب وشفل تاني يوم وشفل تاني يوم وشفل تسعة ترنزيت وتاني يوم وترنزيت وروح أنتوا عايزين تضيعوا على البطول الأفريقية كان حيحصل كده لا لا صحيح لكن أما وأن الاتحاد راعة هنا الاتحاد راعة مين راعة الزمالك ما رعاش الأهلي أي أنه مع التلوش ماتش الأهلي قبل قبل السفر على طول لا برضو نشوف للأهلي تخريجة تانية يبقى بيرامد يقولك لازم الأهلي وزمالك يلعبه ويتضمن معه نادي زمالك هب هب أن الأهلي وافق على أداة ذي المباراة هل يوافق نادي زمالك هل من مصلحته ولا حيوافق من باب العناد هل في اللحظة اللي احنا فيها دي المصوغ الفني ومصلحة نادي زمالك نلعب مباراته مع الأهلي يوم 28 ويسافر يوم واحد عشان يلعب يوم ثلاثة في أنجولة بعد هزيمته كمان في المباراة الماضية ويسار في النظر بقى ما هيقولك هزيم عابرة وحيقولك انتصار عابر للأهلي أنا مش بخش في الحتة دلوقتي أنا بخش ان يا جماعة والله العظيم ثلاثة ما كان حيخبره وحتى الكلام للأساس حسن مستكاوي هي فكرة أنه لا الأهلي ما يلعبش مع الزمالك إلا بعد مباراته المؤجلة وده اللي حصل ما عرفش ليه الناس فاكرة المؤجلات دي حاجة كبيرة أوي الأهلي بالمناسبة بكرة مع أمبي آخر مباراة مؤجلة للأهلي من الدور الأول يفضل له مباراة واحدة مع الزمالك ده بالعكس الزمالك عنده مباراة كمان مع الإسماعيلي يعني كان المفروض الزمالك وأنا بلعب إن بيلعب الإسماعيلي آه لو شئنا يعني الدقة في الترتيب لكن الأهلي ما بيقفش عند المسألة دي قبلنا من الأول إنه موسم استثنائي وقبلنا من البداية إنه الكل يتحمل لكن مع الأهلي ومع فوآنه كلام كتير هيختلف بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد استمرارا لأزمة اجتماع الأربعاء المفخخ وما زلنا وصفين له بهذا المعنى إلى أن يستجد جديد ونشوف الأمور هتمشي إزاي لكن استمرارا لهذه الوضعية نادي بيرامتز أعلن عن تعيين الأستاذ أحمد عفيفي متحدث رسمي له وده أسلوب كويس يريد كل الأندية وكل الهيئات الرياضية يبقى لها متحدثين فعلا بإسمها علشان أولا بتوفر لكل وسائل الإعلام فرصة انتقاء المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها وأيضا بيكون فيه إطار مسؤول يمكن التعامل معها ده شيء رائع جدا وشيء على المستوى المهني جيد لكن فيما يخص الأستاذ أحمد عفيفي نفسه الرجل من فترة قبل ما يلتحق بالعمل في نادي بيرامتز هو عمل مشروع ومحترم كان الكلام على الأهلي وإن الأهلي عنده كفيل وإن نادي الزمالك اللي أحمد عفيفي كان وقتها بيدافع عنه باستماته ودي مشاعره محدش يقدر يناقشه فيها بالتأكيد لكن كان الكلام ما يخص النادي الأهلي وده اللي احنا هنا معنيين به لو أي حد بيعبر عن انتماءه وبيساند ناديه ما لم يمس كيان آخر المسألة مشروعة ومحترمة ولكن دارت الأيام أستاذ إبراهيم لكن دارت الأيام كنت أقول لكم في الفاصل كان مهنس عدلي عايز يدندنها إنما خلينا نأجلنا الدندنها لغاية لما لقى ليلعب مواجلاته أحمد عفيفي للتذكير وقت ما الأستاذ توركي آل الشيخ زار النادي الأهلي وأعلن عن علاقته الشرفية بالنادي الأهلي وقتها كتب الأستاذ أحمد عفيفي في تويتر له بعد زيارة توركي آل الشيخ للأهلي بحمد ربنا على نعمة الزمالك وبحمد ربنا إن عندنا مجلس إدارة ما بيمدش إيده لحد وبيصرف على نفسه وبيجيب لعيبة بدون مساعدات خارجية مفيش كافيل بيصرف علينا برافو مرتضى منصور سجل يا تاريخ ناد الوطنية والكرامة لا يتسول ده الأستاذ أحمد عفيفي بخط إيده في تويتر أعتقد واضح لكم وضوح الشمس صيغة التعامل دورة الأيام بقى دورة الأيام مش هنتكلم كتير في أسباب دورة الأيام ولا تفاصيلها خالص لكن الزميل العزيز أحمد أسامة ساءه ما قاله الأستاذ أحمد عفيفي لأنه الكلام مش بس في تويتر قديمة لا دلوقتي الكلام وعفيفي هذا الذي كان يتهم الأهل بالتسول وهذا الذي كان يتشرف بأنه ناد الزمالك لا يمد يده وليس له كفيل ولا داعم ولا ممول للعبته وبيجيب فلوسه من حر ماله هو نفسه الأستاذ أحمد عفيفي اللي دفع الأستاذ أحمد أسامة أنه يعمل رد مهم جداً عن اتهام عفيفي لاتحاد الكورة بمجاملة الأهلي بتأجيل المباريات نشوف أحمد أسامة وأنا توالى في عرض فيديوهاته طبعاً ممرش على أحمد عفيفي 24 ساعة متحدث رسمي نادي بيرومدز إلا ما قال تصريحات تخص النادي الأهلي تعالوا نسمعها عشان نرد عليها المشكلة بدأت بأن الأهلي في فترة بطولة أفريقيا تم المبلغة والإفراق في تأجيل المباريات له أدي لك مثال عشان الناس ممكن تقول لا لا الأهلي لعب مثلا مباريات أكتر الأهلي كان عنده فترة أكتر وما إلى الزرق الزمالك واسموحة مثلا في 2017 لما كانوا بيرعبوا فترة أفريقيا كل منهم تم وضعوا في نفس الموقف أن عندك مباراة أفريقية وبعدها مباراة أفريقية بينهم وبن بعد 7 أيام السؤال هنا بيبقى بين 7 أو 8 أيام هل نحط لك مطش دوري في النص ولا تريح الحقيقة أن الزمالك أنا أقول لك بالتواريخ بالتواريخ الزمالك يوم 2 جولاي 2017 لعب مع كابسي يونيتد في زمبابوي ثم لعب يوم 6 جولاي مع الاتحاد في مصر ثم مع أهل ترابلش 9 جولاي في مصر وخرج من بطولة أفريقيا أنا أتكلم عن 3 مباراة في 7 أيام ببلاش الزمالك عشان الموضوع ما يبقاش أهل وزمالك تعالي نروح لسموحة سموحة في فترة 9 أيام لعب مع زيسكو يونيتد بصل دنبيا 30 جون ثم مع المقاولين 3 جولاي ثم مع الكرياتيفو في أنجولا 9 جولاي إذا المتنين الزمالك وسموحة لما كان عندهم مسافة 7 أو 8 أيام بين مصرين أفريقيين كانوا وضع مباراة محلية في النصف حفاظا على الجدول الجدول تعالي نروح للأهل التنادي الأهل التنادي لعب مع حرية كونكري 14 سبتمبر و22 سبتمبر كان بينهم مسافة فضية 8 أيام ملعبش فيها الأهل هنا بدأت المشكلة الأهل يريح ده آه الأهل يريح ده ماشي الأهل يريح ده طبعا طبعا فتراكمت المؤجلات دي المشكلة الأولى الإفراد في مؤجلات النادي الأهلي وطبعا أي حد مستوى زكاة وقلم المتوسط هيسمع التشبيهات اللي قالها البشمان سحمد عفيفي بطريقة مرتبة هيقول بس هو بيتكلم صح وأن الأمر فعلا فيه لكن الحقيقة عشان تقارل بين موقف وموقف لازم تكون الظروف متشابهة الظروف متشابهة من حيث توقيت المقارنة دي من حيث كمان المنافسة على درع الدوري في التوقيت ده في 2017 و2018 كان في بداية موسم ولا في نهاية موسم حاجات كتير جدا لازم ناخدها في الاعتبار وإحنا بنعمل مقارنة بين سنة وسنة الأهم كمان أنه لازم أوضح الصورة كاملة ما اكتزئش جزء من الصورة ودي المثل بنادي الزمالك ونادي سموحة وما أنك بتذكر التواريخ وبتتكلم بضقة وبالأرقام أنا حابة أقولك أنه في نفس التوقيت بس كان يوم 1-7-2017 النادي الأهلي كان بيلعب مع زناك وبطل زنبيا في زنبيا ورجع لعب في الدوري المحلي يوم 4-7-2017 ولعب تاني يوم 9-7 مع كوتون إسبورت الكاميروني يعني نفس ظروف الزمالك هي نفس ظروف سموحة هي نفس ظروف النادي الأهلي اللي حضرتك اجتزقته من الصورة عشان توضح أن النادي الأهلي بيتجامل لكن نادي الزمالك وسموحة لما كانوا في ظروف زي دي وبين مبارتين في أفريقيا أسبوع لعبوا كمان في الدوري المحلي والحقيقة مبارا في الدوري المحلي ملهاش أي قيمة لأن المنافسة كانت اتحسمت وكانت في الأسبوع قبل الأخير لكن بما أنك بتاخد بالأرقام وبما أنك الموضوع حصل مع الزمالك وسموحة من الأهلي من حقك فعلا تسأل طب هو ليه ما حصلش مع الأهلي السنة دي نفس اللي حصل مع الزمالك وسموحة والأهلي هقول لك للأسف حضرتك خدت استثناء مش قاعدة لأن الظروف دي حصلت في نفس الموسم اللي استشهدت به في 2016-2017 نادي الأهلي ونادي الزمالك بس في دورل 32 بيلعبوا مباراتين بينهم أسبوع المباراة الأولى كانت بتاريخ 11 مارس 2017 والمباراة تانية كانت بتاريخ 19 مارس 2017 طبعا مباراة النادي الأهلي مع بيت فيست الجنوب أفريقي على المقابل مباراة الزمالك كانت 12 مارس 2017 و19 مارس 2017 مع رينجرز الناجيري هل النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدور ده أو في الأسبوع ده لعبوا مباراة في الدوري العام الإجابة لا اتأجل النادي الزمالك مباراة الزمالك والشرقية اللي هنرجع نتكلم عنها بعدين وتأجل للنادي الأهلي مباراة النادي الأهلي والدخلية إذن اللي استشدت بيه كان استثناء ما كانش قاعدة يا باش مهندس هنا الرد من أحمد أسامة الحياء مقنع ومدعم بالمواعيد والتواريخ لكن هل الزمالك في حال تأهله للأدوار النهية في البطولات الأفريقية كان بيجامل إذا ما وصفنا التأجيل بأنهم جمالات ولا لا نشوف أحمد أسامة طفليل أستاذ أحمد عايز ياخد الاستثناء ده ويعمله قاعدة وليه اكتزأ النادي الأهلي من الصورة لما ضرب مثل بالزمالك واسموحة الإجابة واضحة وصريحة أنه عاود يصدر للرأي العام أن النادي الأهلي بيتجامل ولما بيتحط في ظروف مشابهة مع ظروف أندية تانية النادي الأهلي بيتمهم جمالته والأندية التانية اللي بتلعب بين المباراة لتنفوا واحد وهدفهم واحد إعاقة الأهلي وإلا صحيح زي ما قال أحمد أسامة طب ما هو بيرمز يحتاج أنه الزمالك ملعبش مؤجلاته بشكل مرتب ليه الكلام باستمرار أن الأهلي تجامل في عدم ترتيب مؤجلاته بينما الزمالك لا الزمالك لعب مبارياته المؤجلة بالترتيب ولا المصري لعب مبارياته بالترتيب ولا أي نادي سبق له تأجيل مباريات لعبها بالترتيب لأنه الترتيب معناها أن أنت تتوقف كل حاجة لغاية لما ده يلعب مع ده وده يلعب مع ده وتعطل كل وده عمليا لا يمكن حدوث مش في أطراب تاني أنت بتلعبها الأطراب تاني دي لها المباريات بالضبط إنما فعلا زي ما أحمد أسامة قال هي المسألة هو الرجل أحمد عفيفي أنت بتتكلم على مصلحة بيرمز كمتحدث رسمي باسمه وقلت لك في البداية لكل الحق والتقدير في أن أنت متحدث رسمي باسم نادي لكن في نفس الوقت هو الدفاع عن بيرمز والزمالك ولا رمي طوب على الأهلي المسألة كلها تحديف طوب على الأهلي ليه الأهل تأجله طيب بيرمز احتاج بشكل رسمي على ده في مخاطبات رسمية لاتحاد الكرة والاتحاد قال اجتماع الأربعاء ليه الاستمرار في هذا الأمر المسألة تبدو غير مفهومة لكن كمان أحمد أسامة بيذكر على أنه أنتم مش كنتوا قعدتوا قبل بداية الموسم وتوافقتم نشوف أعتقد واضح للجميع أن الحرب دي على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي في صحوة هما ما كانوش متخيلينها لأن الخطاب اللي فيه جدوى المباريات الدوري لغاية 30 مارس أرسل لجميع الأندية بتاريخ 6 يناير بسوقتها كان النادي الأهلي في 6 يناير مركز سادس وكان بيتم التحفيل عليه فلما بقى مركز ثالث وقرب يرجع لمكانه المفضل اللي هيرجع له إن شاء الله لازم نحاول نحط عرقيل في اتجاه النادي الأهلي مع إن المفروض إن كل الأندية اجتمعت من قبل الدوري ده وكمان تم تخيرهم ما بين إن يتلعب من مجموعة واحدة أو مجموعتين وكل الأندية استقروا على إنه يتلعب من مجموعة واحدة الحاجة عام الحسين كان واضح جدا وقال لهم ترتيب مطشاط وهيبقى فيه مؤجلات كتير والنادي الأهلي تحديدا هيلعب أكتر من 60 مبراء لكل مضى وبصم إنه هو ما عندهوش مشكلة وإن الموسم السيسنائي وهنعدي الموسم بأي طريقة فأي نادي أو أي ما تحدث عن أي نادي يجي يعمل مشكلة دلوقتي عن جدول الدوري ويتكلم في جدول الدوري وإنه هو مش فير بليه وإنه هو مش منظم إنت عارف من البداية أو رئيس ناديك عارف من البداية إن الدوري موسم استثنائي ولازم نتقبله جميعا الأهم من كل ده إنه فيه رئيس نادي ومستثمر برضو لكنه مشكلته إنه هو مستثمر مصري ما بيتعملوش كل اللي هو عايزه وأول واحد يتحول لجنة الانضباط مع إنه فيه مستثمرين تانيين ورؤساء أندية بيغلطوا محدش منهم يتحول لجنة الانضباط طلع وقال إن الكلام ده كله اتكلمنا فيه من قبل الدوري تعالوا نسمع شهد التحاضي الكرة لم يخطئ في بداية العام لما اجتمع بالاندية أول اجتماع كان جميع الرأسال الاندية وأنا حضر حضر فيه كل الرأسال الاندية تقريبا وبالتحديد كان فيه ممثلا عن نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وعن نادي الأهلي الأستاذ خالد مرتجي وعن نادي بنامت كان كابتن هادي خشبة وقام الأستاذ عامر حسين بشرح وافي للمشكلات اللي احنا بنعيشها كما لو كان مطلع على الغيب راجل جايب كل التفاصيل وقال كل اللي بيحصل دلوقتي قال عليه وبعدين اخترح الأستاذ عامر قال قدامنا ثلاث اتجاهات ما فيش غيرهم يا إما واحد نلعب مجموعتين أو إن المباريات تقام بتكسيف جامد جدا بحيث ما تزدش عن 72 ساعة بين المباراة والتانية الاختراح الثالث إنكم توفقوا من دلوقتي على إن احنا لو لعبنا بنظام المجموعة الوحدة إن احنا نتكاتف كلنا علشان نحل أي مشاكل وما فيش حد يبص لنفسه ولابد إن احنا نعرف إن فيه حيحصل مؤجل وده الاختيار اللي تم اختياره وده الاختيار اللي تم اختياره يعني الأستاذ محمد طويلة قالك كل ده حصل وكل ده في القعدة قبل الموسم تم الاتفاق عليه هو كل كلام اللي قاله أسامة هي معلومات نقاها بعناية وبتركيز وكنا عاملين شغل موازي لها هنا فبليه بنلجأ لشبابنا ده لأن لابد بقى في عملية تجييش لإعلاميين في الفترة القادمة بما يصبح لمبارسة مزيد من السيطرة على الواقع الإعلامي فلابد أن يفعل هذا الأهلي ومؤسساته الإعلامية اللي موجودة معاه وإحنا كبرنامج انطلاقا من مسؤوليتنا بنلجأ لشبابنا ده دعم الكل اللي عنده شغل كده هناخده ويكون موثق مفوش تجاوزات مفوش حاجة ونسيب في المجتمع ناس عارفة التاريخ صح بتاع النادي الأهلي وتاريخ الدوري لأن النادي الأهلي سيتعرض في المستقبل وهو يتعرض منا الآن لعملية تزييف خطيرة جدا في تاريخ كرة القدم ضده وزي ما أشار المهندس عدلي ملك وكتابه له منهجه اللي لن نحيد عنه مش هنتكلم إلا بوثيقة ومش هندفع إلا بمستند ومش هنبتذل في أي لغة مهما كانت الظروف ومهما كان الضغوط في أطراف أخرى منافسة عندنا التزام مهني واضح وثابت وأرجو أنه يكون ظاهر للجميع قلت لكم في بداية هذه الفقرة أنه الأستاذ أحمد عفيفي لما كتب على الفيسبوك اللي أنا قررته لكم وقت ما كان السيد توركي ألشيخ على علاقة طيبة بالنادي الأهلي والرجل كان كتب أحمد عفيفي اللي هو الآن المتحدث الرسمي باسم نادي بيرامد ومالكه المستشار توركي ألشيخ كتب أحمد عفيفي وقتها رجماً في النادي الأهلي أنا لا يهمني على الإطلاق ما يتحدث عنه بشأن أي نادي آخر لكنه فيما يخص النادي الأهلي لا نقف كتب ساعتها التويتر دي اللي أنا قارتها لكم قال إنه بعد زيارة توركي قال الشيخ للأهلي بأحمد ربنا على نعمة الزمالك وبأحمد ربنا إنه عندنا مجلس إدارة ما بيمدش إيده لحد وبيصرف على نفسه وبيجيب لعيبة بدون مساعدات خارجية مفيش كفيل بيصرف علينا برافو مرتضى منصور سجل يا تاريخ ناد الوطنية والكرامة لا يتسول كلام جيد جداً وطيب طب ولما يرد بقى الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن هذه العلاقة يا ترى هيفضل للأهل في هذه الصورة ولا ينتهي الكلام نشوف موسيقى 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 بدون مواقف المساشر توركي أرشيخ الفتر الفاتت في السفقات أو المساعدة أو العلاقة الطيبة مع المساشر المرطنية منصور كانت ممكن الأمور تفضل زي ما هي عليها كده أو كانت تتبقى صعبة لا هو نادي الزمالك طبعا في نقطة مهمة سيف يمكن إحنا الحمد لله الموارد في نادي الزمالك يعني نقدر نجيب صفقات بس مش بالكوالة ده يعني لأن طبعا المساشر توركي أرشيخ طبعا ليه كل التقدير والاحترام ما فعله للنادي الزمالك والجمهور النادي الزمالك في صفقات من العلاق الثقيل زي كروس وزي النجاز وزي أساسي طبعا لا يعني مبالغ كبيرة يعني كانت تبقى فيه مشكلة بعض الشيء في تمولها ممكن تجيب صفقة منهم أو اثنين إنه مش هتجيب المجموعة دي لأن دي لو مبالغ الأربع مليون يورو للمدل الناصر عشان تجيب ساسي اثنين مليون وستمية بالنسبة للنجاز اثنين مليون يورو بالنسبة للجروس مبالغ كبيرة يعني ممكن إحنا كنا نستقطب صفقة أو اثنين منهم لكن ما نقدرش نعمل كله طبعا لحق علينا إن إحنا نشكره لأنه وضع عمنات الزمالك ووضع إن التدايم دوت جاب طبعا لأن نوعية اللعيبة اختلفت يعني وده اللي ده خلنا برضو كفكر كورة إن إحنا نفكر دايما إن إحنا نجيب اللعيبة اللي هي الدولية اللي عندها شخصية اللي تقدر ترفع من مستوى بقية المجموعة هل عبدالله سعيد لفسه على رداركم؟ أنا أتمنى طبعا أنا يعني فنيا أنا بحب لعبه جدا جدا يعني لو حصل جلسة مع المشارطول كالشيخ وطلبوا لعبية منادي الزمالك وإنتوا أخذتوا حدا من بيرامد طبعا ممكن يكون عبدالله أو الوحد ما عندنش معنى خالص أنا بالنسبة لي أنا خالص ياريت ما عندكش معنى لا لا خالص طبعا يا كبير يعني احنا كنا جيبنا الفيديو ده قبل كده بس ده بيرد على كلام عفيفي القديم آه يعني ما عندناش وبنصرف على ندينا من جيوبنا وبتاع وهو المشكلة يعني بص هو بس ياريت الإنسان ما ينساش مواقفه ويتتصق مع ذاته ويفضل ثابت عليه مفيش مشكلة أبدا إن عفيفي كان متحدث رسمي عايز يهاجم الأهلي أحيانا بس ما يبقى جي كل مهمته مش هو ده دوره الوحيد ولكن في نفس الوقت يرجع يفسر ليه كان بيقول كده وليه غير مواقفه دلوقتي وهو قادر على دي هيعرف يعملها يعني يعني من بكرة هتبتدي زكي هيعرف يقولك أنه ألتقى في صياق ووقته غير الوقت وكلام ده كله حيتقال لكن هو واضح نظارة الأيام والمصالح اختلفت والقبعات حصل تبادل للقبعات فهتلاقي كلام ده كتير هل ده يزعج الأهلي الأهلي يمضي ويسير ولا يقارن ولا ينظر للآخرين ولكنه لا يأمن أن الآخرين مش ملحقينه ومش سايبينه في حاله حتى في تاريخه الأهلي كان أول نادي مصري يتأهل ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان جديد كأس العالم للأندية البطولة بدأت في ألفين بدأت في ألفين لكن الحقيقة كابتن طارق إيحي يقول له مننا كل التأدير لكن هي المناسبة اللي يقوف عند النقطة التاريخية لأنه اللي بيسمع التاريخ لا التاريخ في حفظ قيمة جهود أجيال نسمع الكابتن طارق إيحي وبعد كده نقول دو بطل بقى النغمة ليه أقول لك إيه أصل زمالك المحلي والزمالك الأفريقي والكلام اللي عاستوش المد كلام الفاضي نادي الزمالك الرئيس أنا عايز أقول لك إحنا أول نادي وصل لكأس العالم للأندية أول نادي في تاريخ الكورة المصرية جيل بداعنا أنا وحمادة لما خدنا بطولة أفريقيا سنة كامي حمادة 86 86 تقريباً كنا راحقين اليابان أو الإمارات مش فاكل بطولة تكسل على الأندية ما خدنا بطولة أفريقيا وشعب 84 أو 86 البطولة تلاقت للأسف الشريط الحوير الرعاية والكلام ده كان فيه مشاكل وإحنا أول ناس واخدنا بعدها نادي الأهل راح بعدنا فنادي زمالك نادي كبير أنا مش عارف يا كابتن طارق زمالك خد البطولة 84 بطولة أفريقيا وراح كسل عالم للأندية وقال لك كان ساعتها البطولة هتتلعب في اليابان أو في الإمارات أول بطولة بالمناسبة أول بطولة خد الإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا أو بطولة أفريقيا لدي أبطال الدوري وبعدها الأهل في التمينات خد أول لكن كأس العالم للأندية البطولة لما اتعاملت في الفكرة الأولانية بتاعت الإنتر في التسعينيات تكتسعة وتسعين معرفش هي أنهي سنة بتيجي أنهي بتيجي في بطولة تسعة وتسعين اتعاملت ألفين طب أنت هي ألفين بتيجي قبل ولا سنة ألف تسعمائة أربعة وتمين قبل معرفش الخلط الزمن الغريب وصل إزاي لكن المؤكد أن البطولة في ألفين لما اتعاملت اتقال أنها هيوسعه رقعة المشاركين بالمناسبة ما كانش مشهر وقتها أنه اللي هيكسب بطولة أفريقيا هيروح كاس العالم أو بطولة أفريقيا هي المؤهلة لبطولة العالم للأندية ما كانتش كده خالص البطولة كانت حصلت محاولات لإقامتها لأسباب التسوقية كانت بتتوقف إلى أن رأى الاتحاد الدولي إعادتها فهيشارك عدد الأندية كان بالمناسبة بطل أفريقيا لأندية أبطال الدوري في الموسم ده هارتسوف أوكو الغاني بس عشان زيادة عدد المشاركين أملا في أن هي تنجح تسوقيا قالك ناخد كمان بطل أبطال الكوس فكانت بطولة مقترحة لم يكتب لها النجاح لأسباب التسوقية فلم تقم ولم يشارك الزمالك ولم يسافر هارتسوف أوك يعني كانت مجرد فكرة وكان أول نادي مصري يشارك فعليا في البطولة كاس العالم للأندية لما رجعت في 2005 فده حفظا للتاريخ لكن لو عايزين نقول سنة 84 بتيجي قبل سنة 2000 يجوز ده لحفظ الحقوق التاريخية للجميع لكن ما يخص أخيرا اجتماع الأربعاء اجتماع الأربعاء مهم جدا بدأنا به الحالة لأنه فعلا اجتماع مرتقب بشكل أساسي جدا العميد سارواتسويلم أو اللواء سارواتسويلم لما بعت كمدير تنفيذي للأندية كلها خطاب المشاركة أنه كله ييجي للاجتماع والخطاب رقيق جدا وبيتضمن الهدف بشكل مباشر بحث شؤون مسابقة الدوري خلى موقع الأهل دوت كوم يسأل كمان الأستاذ سارواتسويلم أنت كمدير تنفيذي موجه لهذا الاجتماع أو لهذه الدعوة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري أحد أعضائه اللجنة الأولمبية المصرية وهي المظلة التي تجمع كل الاتحادات الرياضية وبينها اتحاد الكرة كلاهما أصدر عقوبة ضد السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإيقاف وأبلغت الجهات الدولية بهذا القرار أعتقد دي مسألة واضحة للجميع مش قرار سري خالص طب إيه موقفه؟ وهو ممنوع من حضور الاجتماعات الرسمية ممنوع من تمثيلنا دي يعني نص العقوبة واضح ومعلوم للكفة سؤل العميد سارواتسويلم ماذا عن اجتماع الأربعة؟ وانت وجهت الدعوة للسيد رئيس نادي الزمالك فقال الأساس سارواتسويلم لموقع الأهل دوت كوم اجتماع يوم الأربعة ليس رسميا ودي النقطة اللي تهمنا هنا هي جلسة ودية مع الأندية فقط سيعرض فيها هانا بوريدا رئيس اتحاد الكرة خريطة المرحلة المقبلة من تنظيم كاس الأمم وبحث تطبيق نظام الفار هنا المسألة باش ماندس يعني اجتماع هيحدد مصير الساروات عنده عبقرية انه لما يتحدث لازم يسيب لك حاجة تبقى تاريخيا مرجعية في التناقض يعني اه الزمالك عايز حكام أجانب لانه محتاج بطولة حكام محليين في نهاي كاس ماس عشان رئيس النادي محتاج بطولة تخيل احنا جبنا له تصريح تاني هو زعلان ليه؟ ما احنا جبنا له الحكام اللي بيحبه تصريحات من هذا النوع ما بتتنسيش زي التصريح دا اللي مش هيتنسي ليه وانا هنا معطرد على كلمة انت قلتها بعد ما اسمك كلمة واحدة؟ ها بتقول لي مرة تقول لي واحدة اه كلمة واحدة لا لسه المعترد على كلمة واحدة بقى أنا كويس قوي اما انت كويس قوي من قالك ان انت ده انت هاي لا يعني ما بتقول اجتماع مهم جدا قال له ساز سروط بتصريحه دا نسف اهمية هزا الاجتماع اه قالك اجتماع غير رسمي وجالسة ودية ايوا طيب اذا لن تسفر عن قرارات رسمية بزبط اذا كانت ولا ملزمة اذا كانت مش هتسفر عن قرارات رسمية تضيع الوقت ليه اه او ملزمة يبقى مش اجتماع مهم دا كله عشان يبرر الخروقات اللي هتحصل لقرار الاتحاد الافريقي واللجنة القلمبية يعني جلسة ودية غير رسمية ينتظر ان تسفر عنها قرارات رسمية كبيرة مش رسمية تحدد مصير مسلحة دا انا عايزة اسأله بقى اسئلة هنا اه عرفت ان الكلمة الصغيرة ممكن اعترض عليها بيبقالها كلمة كثيرة انت هتعمل الاجتماع اه هتكتب ايه في محضر الاجتماع ولا ما فيش محضر ما هي ودية بقى اه طيب لو ما فيش محضر ما فيش توصيات بلاش قرارات وطبعا لما فيش توصيات ما فيش قرارات طيب هتبعت للاندية جواب تقولهم اسفر الاجتماع الذي تم بصفة غير ودية غير رسمية وبصفة ودية في التعاد الكرة عن اتخاذ القرارات الملزمة الاتية تعديل جدول الدوري العام ماش عارف تقنية الفار ازاي هتاخد قرارات وهتكلم الاندية في ايه والمحضر بتاعك هكتب فيه في الحضور ازاي محضر لا يثبت الحضور وازاي مش كل واحد من الحضور حينضي بالنيابة عن ناديه انت مشترط التمثيل قالك رئيس النادي او عضو بمجلس ادارة اذا كان الرد يقول كده وان يتركها لقرار مجلس ادارة الزمالك ورئيسه انما هو بينباري يدافع عن حاجات مش مطلوبة منه فبيعمل تصريحات وانت بتركبها كده تلاقيه عجيبة جدا ومتنخضة جدا لو حضر رئيس زمالك ومضى مصير المحضر ده ايه لو تم الطعن عليه يبقى لو حضر ها حيوعد جوه القوضة ولو حضر وناقش برضو غير نقمه وحيقولك ما ممكن جالسة وده طب ممكن اي واحد من حقه ساعتها يقولك انا ما شاركش في اجتماع غير رسمي شفت الوضع مضحك كلمة كلمة بتتقال بدون حساب التدعياتها صحيح كان ممكن يقول والله ده مش انا بعدت الجواب وكل واحد يبعت اللي هو عايزه ايه الصعوبة في كده ايه هو انت مسؤول انك تبرر للناس واللي عندك معلومة ايوا وعارف ان دي معمولة بالطلب الجلسة دي وان اللي طلبها ما لازم يحضرها ده تفكير بقى الوسواسة بقى يعني الحقيقة دايما نعمل اشكالية من لا شيء والامور بنصعبة عن نفسنا اشكالية من لا شيء لكن الشيء المؤكد ان حفلة المتعة امام سنبا اسعدت كل الاهلوية فيها تفاصيل كتيرة تساعدكم ان شاء الله بعد الفاصل اهلا بحضراتك مباراة الاهل مع سنبا التنزاني اظن واتمنى ان شاء الله ان دي كانت النقطة الفارقة في المستوى الفن العام لان عدد كبير من اللعيبة بدأ يرجع للمستوى الطبيعي عدد كبير رجع من الاصابات اللي ابعدتهم الحالة الفنية مع شيء من الانصهار والتجانس بين اللعيبة اللمسة المهارية المميزة جدا والمميزة ايضا لطبع الكرة اللاتينية يمثلها الاورجوياني مارتن لساري بدأت تظهر فكانت النتيجة هذه الكرة الحلوة هذا الاداء الرائع جدا اللي انا اعتقد مفيش حد ما استمتعش باي هدف من الاهداف الخامسة لدرجة انك ممكن تحتار انهي هدف احسن الهدف حتى اللي جابه علي معلول بعد عشر او احداشر تمريرة بين اللعيبة بدأها محمد هاني من النص الملعب في الناحية اليمين كل هدف اجمل من التانة باش مهندس المتش جاوب على مجموعة من مش القالة مجموعة من الترقب حالات الترقب اللي كانت عند الجماهير يمكن تشوف بصمة المدرب هو اللعيبة دي هتقدر تعمل لنا فارق ولا مش هتقدر فكانت الإجابات بتيجي على فترات في كل المباراة الماتش سيمبا البداية كانت هايلة مدهشة موفقة منتجة جدا 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 هتاحت للمدارد فرصة أنه يجرب ناس ويعمل تعديلات يمكن ما كانش هيعملها بالأريحية دي لو الماتش مضغوط فده خلى طبعا أنك ما تقدرش تستمر على نفس الواتيرة تسعين دقيقة ده مستحيل لعملت النص ساعة دي على مدى تسعين دقيقة لمدة سبع تمن ماتشات وارا بعض هتعلى أنت برشلونة مش الأهل فأنا عايز الناس بس هي بتحتفل تتخيل لحظة هتبتدي تنتقد هتيجي لحظة ماتش من الماتشات تقولك لا ما قدناش بالشكل الممتع لا ما قدناش لأن الوقت بقت طموحات المتعة والنتيجة هي اللي بتحرك كل الناس وده الهدف الأسمى من كرة الخدم الحقيقة صحيح طيب الكل استمتع بهذا الأداء المبهر هل الصحافة المصرية شافت الأداء على هذا النحو من التميز الشديد جدا ولا لا نشوف في هذا التقرير الصوتي المردود الصحفي لخماسية الأهل في سنبا فوز كبير للأهل على سنبا تنزاني في البطولة الإفريقية بخماسية صاحبه أداء يليق بزعيم القارة الإفريقية في مباراة شهدت تألقا لافتا لجميع لاعب الأهل بلا استثناء الفوز بالنتيجة الكبيرة والأداء العالي أغلق الباب تماما لأي نوع من الاختلاف في الرؤى التحليلية للمباراة وعليه جاءت عنوين الصحف والمواقع بعد المباراة لتصب في معين الثناء على الأهل ولاعبيه ومديره الفني كتبت صحيفة الأخبار المسائي سيمفونية أهلاوية أمام سنبا الأحمر يكتسح سنبا بخماسية يتصدر مجموعته أما صحيفة الأخبار فكتبت الأهل يسحق سنبا تنزاني بالخمسة شوط أول عالمي الجماعية كلمة السر لا سارتي يطمئن على المصابين نذهب إلى صحيفة الأهرام التي كتبت الأهل يسحق سنبا تنزاني بالخمسة يحلق منفردا في صدارة مجموعته بدور الأبطال لا سارتي خدع المنافس بالمهاجم الخفي الشحات أبدع في صناعة الأهداف ولكن كله في شوط واحد لم تبعد الأهرام المسائي عن السياق فكتبت الأهل يفترس الأسد اكتسح سنبا تنزاني بخمسة أهداف في أربعين دقيقة اقترب من ربع نهائي دور الأبطال لا سارتي يتلاعب بباتريك والشحات نجم من دون تسجيل الشوط الثاني للتجارب فقط وأخيرا كتبت المساء خماسية أهلاوية في البطولة الإفريقية الأهل نصب السرك لسنبا التنزاني في الشوط الأول أما على صعيد المواقع فلم يكن الأمر مختلفا عما رأته الصحف الورقية حيث كتب موقع اليوم السابع الأهل يعازف سنفونية كروية يهزم سنبا بخماسية في دور الأبطال وكتب موقع صد البلد الأهل يمطر شباك سنبا التنزاني بخماسية في الشوط الأول وجاء عنوان موقع في الجول الأهل الأسد الملك زئيره أحرق سنبا زعزع القارة السمراء وأخيرا كتب موقع يلا كورا شوط واحد يكفي الأهل يلتهم أسود سنبا يحمي صدارته بدور الأبطال طيب واضح جدا أنه كل جريد احتفت بالأهل واحتفلت بالخماسية باشواندس مؤكد لما هتعمل هذا الأداء مؤكد مؤكد ده المرضود اللي حيكون موجود ولما تكسبه طلعت حتشوف نغمة الإدارة وتعلمه وهو الآلي فنستحمي شهات هجوم برضو طيب المباراة الحقيقة قبلها على طول المدرب المدير الفني لسنبا التنزاني باتريك قسيم الرجل كان تصرحته مستفزة قبل المباراة ونقلتها معظم وسائل الإعلام لأنه كلامه أنا جاي مصر وعارف أن أنا هتحسب عليها ضربة جزاء لأنه كل حكام أفريقيا في المباريات مع الأندية المصرية بيجاملوا المصريين ده كان كلام غريب جدا وبدر قوي وحسنا فعل الأهل جاب خمسة من غير ضربة جزاء بالعكس كيرلودر بتجزاء نشوف بعد المباراة بعد هذه الخمسية المدير الفني لسنبا إحساسه إباعه باتريك أوسنز المدير الفني لفريق سنبا التنزاني مستر باتريك باتريك كانت مباراة صعبة لسنبا ولكنك قلت لي الأمس أنكم وقعيون أن هناك فجوة كبيرة بين الأهل وبين سنبا لقد قلت لك ذلك ولكن لم نتوقع أن نحصد أي نقطة في الشوت الأول الشوت الثاني كان لدينا ردة فعلة إيجابية ولكن لسوء الحظ في هذا المستوى استقبلنا خمس أهداف في الشوت الأول بسبب ارتكابنا لأخطاء دفاعية غبية في الحقيقة ما زال لديك أمل في الحقيقة النتيجة بين فيتو هي نتيجة جيدة بالنسبة لنا لأهل على ملعبنا لدينا نقاط من أجل التفكير فيهم وبطبيعة حالة سنسعى لتصحيح ما ارتكبنا لدينا مباريات على الأرضية ملعبنا لذا لدينا حظوظ ونحن في مجموعة مفتوحة وأظن أن في النهاية المطاف يمكن أن حقك المزيد من نقاط شكرا طيب في هذه المجموعة اللي هي المجموعة الرابعة فوز الأهل الكبير خلاه يتصدر أو يحتفظ بالصدارة بسبع نقاط تعادل اتنين اتنين في نفس الجولة والمجموعة فيتا كلاب الكنغولي على ملعبه في الكنغو مع شبيب السورة الجزائري فيتا كلاب التاني بقى عنده أربع نقاط الأهل سبعة وفيتا أربعة السنبا التنزاني بقى التالت بتلت نقاط وشبيب السورة الرابع برصيد نقطتين ده الترتيب في هذه المجموعة لكنه مش بس المردود الصحفي اللي احتفى بالأهل السوشيال ميديا كمان كلها على تنوعها والتساع أرجعها كان مردود فوز الأهلي الكبير وأداءه الرائع جدا على سنبا التنزاني محل اهتمام في السوشيال ميديا نشوف هذا التقرير ولا في غير يفرحني هو العنوان الأقرب لتوصيف حالة الرضا والانبساط الجماهيري بعد الفوز الساحق للأهلي على سنبا بخماسية ولا أرواع السوشيال ميديا التي صارت مصدرا واقعيا لقياس الحالة المزاجية للجماهير الأهلوية اكتسب بمظاهر فرحة عارمة ننقلها من خلال جولة سريعة تبدأ عند جروب معا لرفعة الأهلي فكتب خمسة وخميسة صلوا على النبي وتعبيرا عن حلاوة الأداء وجماله تساءل جروب صوت الأهلوية نقول الأهل مكان الدور الأسباني ولا نستنى شوية الوعي الجماهيري كان حاضرا في التعليق على أداء الشحات رغم أنه لم يسجل لكنه استحق الأفضل في المباراة بعد الأداء الرائع والمساهمة في صناعة ثلاثة أهداف لزملائه فكتب عنه جروب صوت الجماهير الأهلوية فلوسك حلال يا خطيب الشحات الثعلة بالجديد حسام غالي كابتان الأهل السابق أيضا غرد على تويتر في نفس السياق وكتب حسين الشحات أسطورة جديدة تضاف لأساطير الأهل الأهلي كله مبدع النهاردة هو دا الأهلي اللي بناحلم به أما الخبير الكروي محسن صالح فكتب مبروك للأهلي حسين الشحات ذو قوة ثلاثية مدافع مهاجم صانع ألعاب جناح وسط نص رص حربة يراوغ يصوب يركن زئبق خفي وهمي بركات أبو تريكا متعب أما لاسارتي فكان بحق عريس الفرح بالنسبة للجماهير جروب مع الأهلي دائما وأبدا كتب لاسارتي يلعب باحترافية بياخد اللعوز من المطش وبعدين بيهد اللعب عشان يريح اللعيبة بسبب ضغط المباريات أما جروب نادي القيم والمبادئ فلخص كل ما يمكن قوله على سارتي عندما كتب المدرب اللي خليك تحتار في اختيار اللاعب نجم المباراة يبقى هو نجم المباراة شابولا سارتي والآن نذهب بكم لتجولي بين تغريدات المشاهير على تويتر نبدأ بالتغريدة العبقرية للفنان نبيل الحلفاوي بين شوطي المباراة التي تشعرك أنه شاهد الشوط الثاني قبل أن يلعب الحلفاوي نصح بالاكتفاء بالأهداف الخمسة وتهدئة اللاعب في الشوط الثاني ولم الفريق في الخطوط الخلفية حفاظا على سلامة اللاعبين أما عظمت الشهير بالفنان ياسر جلال فكتب الأهل يعزف مقطوعة موسيقية لليلة شاعرية ببرج العرب عنوانها صوت الجمهور طرب وكتبت الفنانة الأهلوية ندى بسيوني بخماسية نظيفة نتصدر مجموعتنا فيما عبر الفنان أحمد السعداني عن سعادته بعبارة قصيرة هوذ الأهل إلا نعرفه أما المعلق الكروي محمد الكواليني فكتب ألف مبروك للأهل الفوز الكبير وديما في انتصارات كان للناقض الكبير حسن المستكاوي رأي فني أثنى فيه على أداء خط الهجوم الذي لعب بلا رأس حرب صريح ختم المستكاوي بعبارة ضاحكة قائلا الطريف إن مدرب سيمبة يعتبرها نتيجة جيدة أما النجم محمد هاني فغرد بكلمة واحدة الحمد لله في اتجاه آخر أغلق النجم صالح جمعة الباب في وجه مثير الفتن فغرد داعما لزملائه ننافس في أكثر من ثلاث بطولات الأهل يحتاج كل لعبي وكل الدعم للمقيدين في القائمة الإفريقية سنقاتل حتى النهاية إفريقيا يا أهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ أيضا عبر عن فرحته بنشر صورة لجدول ترتيب المجموعة وكتب حلق ينسر الأهلي أما الختام فكان عند الكابتن زكريا ناصف اللي كتب أوعي خونك تفكيرك وتخاف على الأهلي خاتما تغريدته بعبارة فلسفية عميقة هي مورثات يصعب على البعض فهمها الأهلي دام امتصار الأهلي ودامت أفراح جماهيره موسيقى يعني هي حالة من السعادة الانتشاء الناس بمجمل ثقافاتها واختلاف وتنوع حتى المراحل العمرية الصغير والكبير والفنان والأديب والرياضي وابن الأهلي وكله متفائل وشايف أن دي انطلاقة جيدة يا رب نحافظ عليها يا رب نحافظ على هذا المستوى أنا مش هقول لك أن أنا مطمئنة لبعد خمس مطشات بالشكل ده طيب في أفريقيا إيه اللي هيحصل لأنه أديكم شايفين الجدول المضغوط ومحدش بيشتكي الأهلي يلعب مع سيمبة بكرة يلعب مع أمبي يلعب الجمعة كمان مع حرص الحدود السابت يسافر إلى تنزانيا شايفين الجدول ماشي بهذا الشكل المضغوط إزاي ومحدش بيتكلم لكنه عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة للمجموعات الأفريقية أنتوا عارفين أن هذا الدور أربع مجموعات في مارس اللي جاي يعني الشهر الجاي على طول هيكون كل المجموعات خلصت مبارياته الأهلي بعد ما هيلعب يوم 12 الشهر ده مع سيمبة في تنزانيا هيلعب فيتا كلوب الكنغولي في كنشاسه وهيختم المشوار مع شبيبة السورة الجزائري في القاهرة ويدخل بقى الأرعى في شهر مارس الأرعى هتبقى عبارة عن إيه لأن الناس كتير سألت مجموعة الأهلي هتصف مع أنه مجموعة لا الوضع دلوقتي كله أرعى جديدة لكن هيبقى فيه امتياز لأوائل المجموعات أوائل المجموعات الأربعة هيتحطوا كده وهيتتعم القرعب بين الأربعة ثواني مين يلعب مع ده مع ده كل نادي مش هيروح أو كل نادي في كل فرقة مش هتروح لمجموعتها قبل ما يكرر الموقف بتاع المرة اللي فاتت فاخ الصيف ويقولك بالضبط إنه ويرجعوا فيه وقولك آه عشان جملوا الأهلي لأ حييجي يقولك ارمي كورة للدول لكنه هيقع فرقة لعبة يعني فيتا كلوب لو صعد مع الأهلي أو سيمبا لو صعد مع الأهلي هيطلع تاني ما يواجهوش بعد كده في دور التمالي ما يتحيفش معه في القرع بالضبط فبالتالي ده الوضع اللي هيكون عليه الأهلي بإذن الله لكن مباراة أمبي بكرة بإذن الله تعالى مباراة جديدة للأهلي في مسلسل الضغط المباراة حتكون الساعة ستة مساء في أستاذ بيتروس بورت الأهلي ترتيبه في الدور التالت عنده تلاتة وتلاتين نقطة بس فقط من ستاشر مباراة أمبي عنده واحد وعشرين نقطة لكن من عشرين مباراة قلنا لكم القايمة من بدري الأهلي لعب مع أمبي قبل كده واحد وثلاتين مباراة الأهلي فاز في عشرين وتعدوا سبع مرات وإمبي فاز أربع مرات واحد منهم أضع البطولة من الأهلي سجل الأهلي في مرمى إمبي ستة وخمسين هدف وسجل إمبي في شباك الأهلي اتنين وتلاتين هدف هداف الأهلي أمام إمبي محمد أبو تريكا ومحمد بركات ولكل سبع أهداف ومتعب كان عنده خمس أهداف أمادوف لوفيو عنده تلاتة وكله مشي لكن بقي الأهلي بروحه وبجمهوره وبعزيمة لعبته إن شاء الله اللي عازمين على إسعادكو كلكو وتقديم أفضل العروض اللي شفتوه أمام سيمبة بإذن الله مع مزيد من الثقة مع زيد من الدعم مع مزيد من التجانس وعودة اللعيبة الكبيرة أعتقد الوضع هيفرق كتير بشوانس بإذن الله ويعود الأهلي كما نتمنى جميعا المتعة والأداء والريادة والكل حاجة حلو بإذن الله المتعة والأداء لأصحاب الفانيلا الحمراء دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة